محادثة بين الدكتور بيث هاريس والدكتور ستيفن زاكار دكتور زاكار متى يبدأ التاريخ؟ يبدأ التاريخ من الكتابة ولهذا نستخدم المصطلح ما قبل التاريخ الذي يعني ما قبل الكتابة لكن بالطبع لا نشعر بالرضا حيال معرفة الثقافات المتعلمة فقط نريد عودة للخلف أكثر والتعرف إلى الثقافات التي لم ينتشر فيها التعليم والاختراع الكتابة يجب أن يوجد مجتمع ونوع من الاستقرار ويتوفر ذلك في نهاية العصر الحجري الحديث يبدأ العصر الحجري الحديث تقريبا عام عشرة آلاف قبل الميلاد عندما استقر البشر بسبب التوصل إلى كيفية استناس الحيوانات والزراعة والزراعة المحاصيل فقد أدى ذلك إلى الاستقرار فلم يعد يجب على البشر العيش على الصيد والالتقاط وتسمى هذه بثورة العصر الحجري الحديث كانت تلك ثورة حقيقية فقد غيرت طريقة ارتباط البشر بالطبيعة فقد استطاعوا لأول مرة التحكم بالطبيعة لدرجة ما حدث ذلك بعد نهاية العصر الجليدي الأخير وربما كان ذلك لأن الطبيعة أصبحت ملائمة أكثر يمكن مشاهدة هذه الثورة في مناطق حول العالم والتي كانت منفصلة عن بعضها وفي وقت ما حول العام 3000 قبل الميلاد طورت العديد من هذه الثقافات الكتابة تعد الكتابة كأحد استماعات الرسمية للحضارة ونرى تطور ما نطلق عليه حضارة يترجسد ذلك في تطور تقنيات الزراعة والكتابة في وديان الأنهار العظيمة في المدن القديمة حول العالم وأشهرها في مصر وفي بلاد الرافدين ووادي السند وفي الصين هناك العديد من المناطق في الصين التي وجدت فيها ثقافة العصر الحجري الجديد المتطورة وتسمى أحدها على وجه الخصوص بثقافة يانكشو تطورت هذه الحضارة حول ما يعرف اليوم بشنغهاي ونهر يانكسي تماماً في دلتا نهر يانكسي تماماً كما تطورت الحضارة في مصر حول دلتا نهر النيل وحضارة بلاد الرافدين بين نهري دجلا والفرات كان ذلك منطقياً فقد كانت هذه أماكن يمكن فيها ري المحاصيل وفي الحقيقة بدأ أن سكان ثقافة اليانكشو أصبحوا زارعي أرز خبراء واستطاعوا إنتاج فائض مما سمح لهم بتجنب القلق حيال توفر الطعام وقد سمح ذلك لبعض أجزاء المجتمع بالبدء بالتطور بطلق أكثر رقيق على الأقل عرفت ثقافة اليانكشو بإنتاج أعمال جميلة جداً من حجارة اليشب خاصة ما يسمى أتسونغ وهي أن بيب مربع فارغ مزخرف بخطوط وأحياناً دوائل تمثل وجوهاً بعضها قصير والبعض الآخر يبدو كالمداخن الطويلة نوعاً ما وننظر الآن إلى عدد من الأمثلة في المتحف البريطاني تم العثور على هذه المنحوتات في القبور فقد وجد الكثير منها في القبور أحياناً بالإضافة لأعمال تسمى بي هذه عبارة عن أقراص دائرية ذات ثقوب في المنتصف ولا نعلم عما تعني هذه المنحوتات حيث لم يتم العثور على أي آثار للكتابة في هذه الثقافة من المحتمل أن هذه الثقافة لم تكن متعلمة أو ربما تم الكتابة على مواد لم تدم لوقت طويل لكن النتيجة هي أن جميع الأفكار المحيطة بهذه العناصر هي مجرد نظريات لأن هذه النقوش تمثل وجوها سواء كانت وجوها وحوش أو حيوانات أو بشر من الواضح أنها عانت شيئاً ما وتوجد درجة كبيرة من الانتظام والتحديد هذا حجر يشب حقيقي أو حجر نفريد وهو صلب جداً لم تمتلك هذه الثقافة أدوات كانت أكثر صلابة من حجر النفريد وبالتالي لم يتمكنوا من نحته لا يمكن قطع هذه الحجارة فلا يمكن استخدام سكين لقطعها لأنها صلبة جداً ولا يمكن خدشها حتى إذن عند النظر إلى هذه العناصر التي تبدو دقيقة للغاية من المستحيل تخيل أنه تم إنتاجها عن طريق فرقها بالرمال إن بعض الخطوط دقيقة جداً وتمتد بشكل موازن لبعضها من المهم التفكير في الدقة التي تم صنع هذه العناصر بها من الواضح أنها رموز حيث يوجد اتساق وتعمد ووضوح وجهد هائل وعلى الرغم من أننا لا نتحدث هذه اللغة إلا أننا نعد هذا نتاجاً للعقل البشري فقد كان العقل البشري يحاول التعبير عن القوة وربما عن علاقة البشر بالطبيعة أو عن العالم الروحي أو ما يحدث بعد الموت أي الأسئلة التي لا يسال البشر يطرحونها حتى الآن رأسية هذه الخطوط وتكرار الخطوط المتوازية تجعل من الصعب عدم التفكير فيها وعلاقتها بقضايا السلطة اقترح بعض الباحثين أن استقامة الخطوط الموجودة على القطع هي رمز للأرض وأن المحيط الداخلي الدائري رمز للجنة والسماء والشمس هذه رموز تطورت لاحقاً في الصين ولذلك من المثير للاهتمام ربط ثقافة العصر الحجري الحديث بثقافات العصر البرنزي اللاحق يبدو تفسير هذا التعريف بالعودة في الزمن مثيراً للاهتمام من المحتمل أن يكون هذا أصل هذه الرموز لكن لا نعلم ذلك في الحقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر